موسيقى أطياف حزمة ملونة من عدة معارف تجد فيه الشعر والقصة والرواية تجد فيه الإنسان بكل صهاراته في الحياة بتجاربه بعطائه الجميل بإلهامه للآخر برنامج أطياف وبرنامج ثقافي يستطيع في شخصيات خلفت أثار فنية وأدبية يتقص عنها النقاد والمتلقون موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أطياف وضيفي في هذه الحلقة لديب علي لفتا سعيد موسيقى 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 إذن أرحب بكم من جديد مشاهدنا الكرام وأرحب بضيفي المتواجد معي في الأستوديو الأديب علي لفتا سعيد أهلا بك أستاذ علي أهلا وسهلا بكم أهلا لهذه الاستضافة الجميلة في هذه القناة التي ربما يكون هذا اللقاء الأول فيها وأعتقد أنه لن يكون الأخير أهلا وسهلا بك وأنارت سيد الكريم أبدأ معك من سوق الشيوخ من مدينة الناصرية حيث مسقط الرأس وقلت الطفل الذي ولد كبيرا ليتعلم من يتمه المبكر برحيل أمه التي لم يرى وجهها وغابت عنه حتى صورة صغيرة لوجهها هو الفتى الذي كان يرافق أباه إلى المدرسة كعامل ويترك أقرانه في ملاعب المدينة وعينه على الحلم هو الطفل الذي وجد في الحرف ملاذا لكي يحول الحزن إلى جمال وربما لو لا الحرف وما تلاه من موهبة لكان علي يتيما أو مجنونا إذن أبدأ معك من هذه الحكاية التي صرتها أي طفولة لمبدع لا بد أن تكون في أغلبها على الأقل أن تكون مؤلمة فالألم يمكن أن يصنع الكثير من الأحداث مثل الحاجة التي تبدأ ليكون هناك ابتكار الطفولة هي اليتم الذي عشته مبكرا فأنا لم أبلغ الحولين حتى رحلت أمي عن الدنيا وكنت في حينها آخر عنقودها بكل تأكيد ولأب تزوج من غير أمي قبلها وعشت في هذا المجال في مدينة تعيش الحرف وتعيش الشعر وتعيش المدينة الجنوبية التي ربما تحمل الكثير من الشجن إذا ما ذكرت في سوق الشيخ هناك كانت الخطوات الأولى وكان الملاذ الكبير الذي أعيشه هو عندما كنت أنظر إلى إخواني الأكبر مني سنًا وخاصة أخي الذي هو الآن بدرجة بروف في الاقتصاد وهو أيضًا شعر في بداياته وكنت أنظر له كيف يقرأ وكيف يكتب وكيف يكتب الشعر أيضًا ومن هنا كانت الأحاضات الأولى للبحث عن الملاذ الآمن الذي يملأ نواقص الإنسان نواقص هذا اليتم المبكر الطفل الذي لا يعرف شكل أمه ربما يكون في حالة صعبة جدًا أمام مقارنة الأحياء إضافة للفقر المدقع الذي كنا نعيش فيه فأنا ابن فراش مدرسة وكان رجلاً كبيراً بهذا المعنى الذي علمني الكثير من الحكايات ولأنه آخر العنقود فكان يستحبني كثيرًا معه حتى في الزيارات الدينية التي كانت تنطلق في السبعينات وفي نهاية الستينيات من القرن الماضي عندما كنا نأتي من ذيقار إلى مدينة كربلا من ضمن المواكب الحسينية فكنت لا أفارقه وكان لا يريد أن أفارقه ومن هذه اللحظات بدأت عملية الاكتشاف الذات اكتشاف الأحياء اكتشاف الموت أهمية الموت في المعترك بكل تأكيد لم تكن تلك الصورة التي أفهمها الآن عندما كنت طفلاً ولكن كنت أجد في الشعر هو الملاذ الأول فكتبت أول قصيدة وأنا بعمر الرابع عشر ونشرت أول قصيدة في جريدة الراصد فأتذكر كان ذلك في عام 1976 وكنت أرسله عن طريق البريد من مدينة السوق الشيوخ إلى بغداد وانتظر النشر وكانت الجريدة الراصد العراقية في تلك الفترة هي التي أوجدتني وكنت قد كتبت باسم مستعار كنت أتصور أنه سيكون نوعاً من المحايثة مع الواقع والمحبة لهذه المدينة وبدأت بعد ذلك المسيرة الأدبية والقرائية وكان الملاذ الآخر هو هذه لأنه ليس لديه الإمكانية لشراء الكتب فكانت مكتبة العامة في مدينة السوق الشيوخ هي الأكثر قربة لي وكان الأقران يذهبون إلى الملعب لممارسة ترة القدم وأن أما أذهب إلى المدرسة لأنظف الصفوف مع والدي أو أذهب إلى المكتبة المركزية أو المكتبة العامة كما نسميها هناك وأقرأ ما يتيسر لي من اطلاع الكتب بطريقة مجانية وكانت هذه هي الحبات الأولى سيدي أنت هنا عندما تقول هو الطفل الذي وجد في الحرف ملاذا لكي يحول الحزن إلى جمال وقلت أيضا هو الفتى الذي كان يرافق أباه إلى المدرسة ويترك أقرانه في ملعب عندما ذهبت باتجاه سرد حقيقي وواقعي بعيدا عن عندما يكتبون الكتاب العرب دائما ما يزخرفون ويعطون نوع من الجمالية إلى النص عندما يتحدثون عن السيرة ذاتية أنت ذهبت بصراحة أو ربما صراحة قاسية جدا ألم تخشى من أنه وأنت تصف هذه المرحلة من حياتك بأنه لربما النقاد يأخذ عليك بشيء منه أنت تتشضى ألمان أنت تكتب وأنت تمارس فعل الكتابة ولا ربما أنت تحمل بعض العقدة النفسية وعذرا للوصف هي ليست عملية عقدة الطفولة دائما هي ما تشبه بالملاذات الأولى يعني طين اصطناعي اللي نسميها فكيف تشكل هذه لا بد من تدريب لا بد من قراءة فعندما كنت أقرأ لا أحدد نوع القراءة أقرأ كتبا دينية كتبا تاريخية كتبا للشعر كتبا للقص روايات عربية كنا نقرأ أي ما يعني أنا كنت مرم عندما كانت المكتبات العامة هناك أدراج فيها نوع من الورق فيها عناوين الكتب ورقامها حتى تسهل عملية اقتناء الكتاب فكنت أقرأ العناوين فيجذبني العنوان أخذ رقم الكتاب والرف وأذهب إلى أمين المكتبة وأحصل عليه وأقرأ وكنت لا أتعدى التاسع من العمر أو حتى العاشرة وكنت أقرأ هذه الكتب وبالتأكيد هناك نقص وليست عقدة النقص ولكن جميع في الطفولة هناك نقص يحاول أن يمتلئ هناك من يذهب إلى القراءة هناك من يذهب إلى العلم هناك من يذهب إلى ممارسة أي موهبة يجدها في داخله نحن في الطفولة مجموعة مواهب متعددة ولكن من هي التي تبرز؟ مثل الجينات التي تتصارع لكي تنمو أيهما يكون الأقوى؟ أي جين؟ أنا كان الجين القراءة هي الأسرع في النمو فكنت أملأ هذه الفرارات بالقراءة أملأ هذه الأشياء بالكتابة عندما كنت أكتب في ذات الوقت أقرأ القصيدة فأتأثر فأكتب أقرأ القصة فأتأثر فأكتب ولذلك تنوعت الكتابات وعندما اكتشفت أن الكتابة هي عملية تدويل لألم ولجرح إن كان هذا الجرح العام أو الجرح الخاص وأنك أنت جزء من المجتمع وبالتالي فعندما تعبر عن نفسك تعبر عن المجتمع وعندما تريد أن تستخلص رؤية ما من المجتمع عليك أن تستخلصها من تجربة ذاتية ومن رؤية ذاتية ومن هذه العلاقة بين الذات والخارج تتكون المسؤولية وتتشعب أيضا الملاذات التي يمكن أن تكون فالقراءة والكتابة هي نعم هي نقصان ولكنها ليست عقدة لأنه لو كانت عقدة لاتعدنا عنها ولكن نحاول أن نملأ هذا الخزان الكبير الذي كان يستوعب الكثير وهو غأس لكي تنمو المخيلة ولذلك أنا دائما أقول للذي يريد أن ينمو بحياته في أي مهنة كانت عليه أن يحب ما يقوم به ثم يبحث عن الموهبة ثم عليه أن يقع وأن يقع ثلاثة أشياء لكي ينمو أي شخص حتى لو كان عالما بغياضياته وعالما بالطب عليه أن يقع القرآن والشعر وغواية لأنها تعلمه كيف يتحدث وكيف يكتب لا بد من هذا الإلمان لا بد طيب أنت شاعر وناقد وصحفي وروائي أين تجد نفسك في هذا الموامين وهل ثمت شيء اللي ربما يأخذ حيز أكثر منك أو اللي ربما يأخذ وقع في نفسك أكثر من غيره الشعر ورواية وممارسة العمل الصحفي وغيره جميعها تنطلق من الحرف كتبت مقالة مرة أن الحرف هو أساس الحياة حتى لو نظرت إلى السماء فأنك تنظر إلى الحرف حتى لو كنت تحلم أنك تحلم بالحرف في البدء كانت الكلمة حتى لو كنت ترسم فأنك ترسم بالحرف لأنها فكرة الفكرة تبدأ بالحرف ولأنني أتعامل مع الحرف فأن التشكيل هو الذي سيأخذني تشكيل الحرف وتشكيل الكتابة فلذلك الكاتب الجيد هو خياط ماهر الفكرة تأتيه هي فكرة نوع القماش ولا يمكن لتحويل قماش بدلة أن يكون قميصا ولا يمكن تحويل القميص الذي يكون بدلة لزفافة عرص إذن على الكاتب أن يفهم كيف يكتب أن يكون خياطا ماهرا لا يكون خياطا هناك الكثير من اللغة التي قيل أنني متشضن أنني متشعب الكتابات أنا أتعامل مع الحروف ولذلك فأنا عملية التشكيل هي تعتمد على الفكرة التي أستخلصها أنا أمس كتبت نص شعري من عشر صفحات لم أجد نفسي في غواية في لحظتها ولم أجد في القصة وفي السرق اللحظة التي أتماها بها وهي لحظة شفوية هي التي تحدد نوع ما أكتب فليس لدي أي معترك أو ليس لدي أي مشكلة إذا ما وجدتها وهذا واضح سيد الكريم يمكن المتتبع لقراءات أو سيد علي الله سيد سعيد يجد أن تتملك هذه الطاقة الهائلة وتتدفق بقوة بكل هذه الاتجاهات ولربما أيضا القراءات النقدية تشيد بهذا الشيء نشرة أو كتبت في صحيفة الجديد مقال عنوانته بالمكانة الأصلية وتحدثت فيه عن الشعر بأنه له الأسبقية عن باقي الأجناس الأدبية وأنه هو أقرب إلى الذات الإنسانية وعطيته المكانة وعنوانته البداء في كانت الكلمة ونحس بشكل كبير إلى أشعر والغريب هنا أهم جائزة حصلت عليها في حياتك كانت عن الرواية أليس من الغريب هذا الشيء؟ أنت من أنحس بشكل كبير إلى شعره من ثم تذهب وتأخذ أهم جائزة في حياتك وتكون عن الرواية الشعر نحن جميعا نبدأ في المنطقة العربية وفي العراق خاصة تحت كل نخلة شعر نحن نبدأ شعراء نحن عندما نتحدث العراقيون عندما يتحدثون يتحدثون شعره مثلما يتحدثون حكمه مثلما يتحدثون بلاغه فنحن نحمل هذا الأرث التاريخي الكبير وكما قلت أن الحياة بدأت بالحرف والكلمة والحرف هو جزء هو الذي يكون الكلمة بدون حرف لا يمكن أن نتحدث ولذلك يكون الشعر هو الطاقة الكبرى التي تتوهج لأن الشعر ليس فقط مخيلة إنما الشعر هو نوع من الإنبثاق وتخليق الشيء الجديد لكي نقول ما لم يقوله الآخر ونحتاج إلى قدرة تكثيفية كبيرة الشعر ربما هو طاقة مشتعلة ولكنها تعتمد على أن تتحول إلى أبركان على العكس من الرواية هي طاقة مشتعلة ولكنها تحرق بهدوء لأنك تمضي معها ربما أشهر وربما سنوات الرواية الأولى التي كتبتها استمرت فيها تسع سنوات للكتابة ولكن القصيدة لا تأخذ من عندي ربما يوم واحد وبعد التجربة والتحول إلى من الهواية إلى المهنة أو إلى الحرفة لنقل كاتب محترف بعد 25 كتاب أصدرتها ربما القصيدة لا تأخذ مني إلا ساعة الكتابية ورواية كذلك قل الزمن فيها بمعنى أن الرواية هي أن تعطي هذا الملمح الكبير لا يمكن لأي واحد أن يكتب الرواية ولكن الجميع قد يكتب الشعر لأننا نتحدث شعرا ولذلك تجد عدد الشعراء في العراق أكثر من عدد الروائيين وكثر من عدد الساردين في الوصف الحديث الآن في النقل ما بين القصة والرواية نسميه ساردا لأنه يكتب الحالين ولذلك فالشعر تجده كثيرا في المدينة ولكن الروائيين لا تجدهم بهذا العدد لأنها تحتاج إلى مطاولة تحتاج إلى قدرة حياتية تحتاج إلى ماهر يستطيع أن يمسك بتلابيب الشخصيات والزمن والانفعال والدواخل والخوارج في حين النص الشعري هو نص اشتعالي فوري ينبني على ردة فعل ليصنع فعلا على عكس من الرواية وخاصة الرواية الحديثة هي تعتمد على الفعل لتكون ردة فعل ومن هذه الحالة فأن الشعر سيبقى هو الفاعل الأول وهو المحرك الأساس لكل موهبة كتابية يمكن للشاب ولذلك عندما يسألوني بعض الأصدقاء والشباب الذين أقول لهم أقرأوا الشعر أولا أقرأوا القرآن أولا ثم تعالوا أكتبوا رواية اسمح لي بهذا المداخل سيد الكريم هنا فم تناقض من خلال كلامك عندما قلت في حديثك أن الشعر له صدر وهو أقرب إلى الذات الإنسانية وغيره من هذا الكلام والآن أنت تتحدث وتقول الجميع يمارس الشعر ولكن ليس الجميع لديه هذه القدرة على كتابة الرواية إذن أنت الآن ترفع من قدر الرواية عن الشعر الكتابة نحن جميعا نرى مباراة كرة القدم وربما نجد في الساحات الآلاف الذين يمارسون كرة القدم ولكن كم منهم يؤلفون فريقا من 11 لاعب المشكلة ليست في الكثرة أنا أقول أن نحن شعب نكتب الشعر نحن نتحدث شعرا عندما نقول هذا لذلك تجد أن الشباب الآن مثلا لديهم القدرة على الخوض المعترك أن يكون مقدم البرامج أن يكون معدن بإمكانه الآن لأن هذا ليس من عندياته فقط وإنما هي موغوث يجده في العائلة يجده في المجتمع يجده في المحيط الذي يعيش فيه يجده في الأجزاء التي دخلت ولذلك عندما يدخل هذا المعترك يكون لديه هذا الأرث الكبير الشاعر لدينا والكاتب لدينا عموما هو لا يكتب من عندياته وإنما هو يحمل هذا الأرث ربما يكون أرثا فلكلوريا ربما حائليا ربما هذا ولكن أنا ما قصدته في الرواية هي عملية المطاولة المطاولة ولذلك يكون متميزا عندما حصلت على الجائزة ماذا قلت في نفسك؟ ألم تقول لماذا أخذت جائزة عن الرواية وأنا أكتب الشعر وأنا أجد فيه أقرب ربما على أقل تقدير إلى نفسي ومخيلتي وذائقتي أنا قبل هذه ألم تطرح هذا التسؤال في ذاتك؟ قبل عام الماضي حصلت على جائزة الرواية العربية في تونس ولكن قبلها أيضا حصلت على جائزة الرواية العربية في مصر وكانت الجائزة الأولى عن رواية مواصم الاسترلاب ولكن لم تحظى بالكثير من الاهتمام الإعلامي ربما قصورا مني لأنه غرم أنه سأعوى سيد الكارين بالحديث عن هذا ولي سؤال في هذا الجائز ربما لأنه أنا غرم أنه أنا إعلامي ولكن عملية التلقى الآخر للجوائز في العراق تكون مختلفة أعود إلى سؤالي لم تجبني عليه بشكل واضح سألتك ألم تطرح في ذا في نفسك هذه علامة للسفام الكافيرة لماذا أخذت جائزة عن الفئة أو جنس الرواية ولم أخذ عن الشعر؟ المسابقات الشعرية قليلة وأنا لم أشترك في مسابقات يعني اشتركت مرة في مسابقة في المغربة العربية وحصلت على الجائزة الرابعة على قصيدة واحدة فقط وهذه ربما تكون ملمح ومسابقات الشعرية قليلة وهي مسابقات لا أخذها ليس لأنني لا أستطيع الكتابة الشعر أو أنني أخاف من عدم الفوز ولكن أهتم في الرواية لأن متلقيها يكون أوسع منها لدي مقولة الشعر يكتب شعرا في النهار ويقرأ راية في المساء الرواية هي معترك حياتي جديد وتفعيل للمخيلة ولذلك أنا لم أشترك في المسابقات لكي أبرهن على أنه أنا شاعر أو غير شاعر وهذا الأمر لا يهمني بقدر ما يهمني أنا كيف أكتب ولماذا؟ أنا فقط أناقش ما طرحته من رأيي أذهب مع فلسفتك ولا ربما المتلقي يجد نفسه أقرب إلى رواية من الشعر وهذه تختلف عليها طبعا الكثير طيب تحدثت في مقال آخر لك نشرته صحيفة الجديد وعنوانته باللهجة العامية والنص الأدبي واشكلت على تجارب بعض الأدباء الذين استخدموا لربما جمال من اللهجة العامية في نصوصهم الأدبية كيف ولماذا؟ وأنت ابن مدينة الناصرية المدينة التي لو ربما تحفى وتصغر بالشعر واللهجة العامية والشعر الشعبي بالتأكيد أنا أكتب باللغة العربية وعندما كنا الزمن يتغير بكل تأكيد يعني عندما كان هذا الكلام الآن في التسعينيات غير مقبول أنه تكتب في اللهجة العامية ولكن أنا من أنصار الكتابة باللغة العربية ولكن عندما تتحول الفكرة تريد أن تعبر عنها تعبر عنها في الحوار حوار الشخصيات أنت ضد الاستسهال بالتعبير أو الذهاب مع اللهجة العامية كي لا يكون أسلوبا فيما بعد الكتابة باللهجة العامية نعم يعني أنا في الحوارات نعم مثلا رواية التي فازت وهي حب عتيق والتي تحدث عن فترة تاريخية من عام 1900 إلى عام 1958 فبكل تأكيد أحتاج إلى اللهجة العامية ولكن في الحوارات وليس في المتن يعني المتن ما يقصده ما يكتبه راوي في نصه ولكن عندما تتحول إلى حوار الشخصيات عبرت عنها باللهجة العامية لأنه لا بد أن يكون هذا الفترة الزمنية واللهجة العامية دائما نقول أنها هي صوت شخصية في الرواية فيحتاج إلى هذه اللمحة ولكن أنا أكتب في اللهجة العامية كل ما يكتب في الرواية فأنا أعتقد أنها إسائلة للرواية قبل أن تكون إسائلة للشخص لأن اللهجة العامية لا تعطيك أنك لا تستطيع أن تصل إلى الآخر أنت لا تكتب إلى مجتمعك فقط وإنما تكتب إلى المحيط العالمي ربما تترجم وربما تصل يعني روايات التي وصلت إلى مصر وإلى المغرب وإلى سوريا وإلى البلدان والنقاد الذين كتبوا عني من مختلف الدول العربية لو كنت كتبتها باللهجة العامية من يفهمها؟ كلمة الاستكان كنت بعض المصريين يسألوني ما هو الاستكان لذلك عندما أوصفه بالرواية يكون الفهم موجود ولكن ماذا يمكن أن أقول مثلا لأي لهجة العامية هذا فشق فلان ربما يحتاج إلى تجربة وإلى فهرس وإلى قاموس ولكن في الحوار أحتاج إلى أن أكتب في بعض الحالات هذه اللهجة العامية ولكن أن أعطيها جدولا في نهاية الرواية لكي يفهم أو قرب له الحالة الكتاب باللجة العامية موضوع خطر وربما الآن وربما نجد بعد عقد من الزمن تكون الكتاب باللجة العامية وهي دعوات ليست جديدة بدأت في لبنان وبدأت في مصر وأنت تخشى هذه المحاولات لأنه يجب أن تبقى اللغة العربية أنا أخشى لأنه كثير من الأدباء لا يتقنون الكتاب باللغة العربية الأدباء معروفون على الساحة العراقية لا يعرفون لم جازمة وغير جازمة سأعود سيد الكريم للحديث أكثر عن لربما استسهال واستخدام لربما والميول أكثر للهجة العامية في النصوص الأدبية سأعود للحديث عن هذا وأكثر بعد أن أخذنا وأنت هذا الفاصل مشاهدين الكرام نتوقف هذا الفاصل وما ثم نعود تفضلوا بالبقاءة معنا موسيقى 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 إذن أرحب بكم من جديد مشاهدين الكرام ورحب مرة أخرى بضيفي المتواجد معي في الأستوديو الأديب عليه لفتا سيد أهلا بك سيد الكريم موسيقى توقفنا قبل الفاصل بالحديث عن لربما الميول وخصوصا في طرح النتاجات الأدبية مؤخرا إلى اللهجة العامية وتضمينها في النصوص الأدبية سأنتقل معك إلى أيضا تحدثت أنت عن الرواية ولكن هذه المرة بإشكالية مختلفة وقلت تسألت هل الرواية الجديدة هي رافعة صوت الراوي كيف يعني غافعة هل قلت طبعا هذا مقال نشرته فيه جزء من المقال نعم عنوانته ليس جزء هو كان منشيت عنوانته أنت في صحيفة التأليمية جديد وقلت هل الرواية جديدة هل هي رافعة لصوت الراوي تسألت وكان هذا منشيت وثم ناقشت لربما الأصوات التي ممكن أن يصل بها الراوي إلى المتلقي ولكن أنا لدي سؤال أيضا لك سيد الكريم منذ متى لم تكن الرواية هي ممثلة لآراء وأفكار الكاتب وجدته لا أعرف ولكن وجدته هذا المنشيت في نوع من الغرابة رواية تختلف عن أي كتابة أخرى يوم أمس كان هناك حوار مع بعض الأدباء وروايين يتحدثون أن الكاتب عندما لا نجده في سلوكه بمثل ما يكتب قلت لهم أن الرواية هي مجموعة شخصيات فلا يمكن للكاتب أن يتحول إلى جميع هذه الشخصيات ليبث أفكاره وبالتالي الرواية ليست فيها صوت الراوي فقط وإنما هي صوت الشخصيات بمعنى أنك تريد أن تكتب عن عالم لا بد أن هناك مجموعة شخصيات متناقضة إذا كتبت عن أشياء متشابهة إذن لا تكتب لا بد من وجود فعل لصراع وفعل درامي في النص الروايي وتعدد الشخصيات لذلك الرواية لا تعتمد على شخصية واحدة مثل القصة القصيرة لكي يبث الكاتب رأيه إن كان سياسيا أو اجتماعيا أو أي شيء آخر فالقصة يمكن أن تعبر عنها لأن تتحدث مثلا عن شخصية واحدة أو القصيدة يمكن لك أن تعبر عنها في شطر أو في بيت شعري ولكن عندما تتحدث في الرواية فإنك على الأقل هناك عشر شخصيات موجودة إذن كيف أين يختف الرواي أو بالتأكيد كيف يختف الرواي لأن هناك فرق بين الرواي والرواي الرواي هو من ينيب عن الرواي في الرواية ولكن الرواي هو يسيطر على جميع الأحداث ربما يختفي خلف أحدهم ولكنه لا يستطيع أن يختفي لأنه لو اختفى ومد لسانه في جميع الشخصيات سيفشل بكل تأكيد لأنه ستكون لسان واحد ولذلك عليه أن يدع جميع الشخصيات بتناقضاتها بأحلامها بتطلعاتها بصراعاتها بمتعاكساتها لكي ينتج نصا رواي ناجحا وهو ما يمكن أن ينجح فيه ولذلك عندما طرحت هذا السؤال لأنني وجدت الكثير من الروايات التي أقرأها وأتناول في بنيته الكتابية كطريقة نقدية أنا شرحتها أحاول قدري الإمكان أن أميز أين الرواي وأين الرواي في ذلك أين الرؤية القصدية وأين التأويل فيها لأنه في كل ملمح هناك قصد وكناك تأويل إذن الرواي لا يستطيع أن يختفي خلف الشخصيات وليس بإمكانه أن يكون صوت الجميع إذن من هذا المنطلق قلت أن الرواي عليه أن يكون مختفيا خلف الكواليس ليحرك الأدوات طيب نقل عنك أيضا وهذه المرة عن موقع هاف بوس عراقي وأقول لك لأنك سوف تسألني على المصدر فأنا أقول لك المصدر وطبعا نقلا عنك ذكر الموقع أنه عاتب الأديب العراقي على الأفتة بعض الأدباء والفنانين الذين تجاهلوا هذا الفوز المهم في صفحته على الفيسبوك قائلا ليس عتابا بل هو توضيح أن تضع جبر وتنضي على مناسبة فوز بجائزة ولا تعلق وأعلم أنك طلعت على منشور الفوز فهو يقلل من قيمتك الإنسانية قبل الإبداعية هذا التصريح نعم كتبت على صفحتي عتابا على أصدقاء لأننا في الحقيقة عندما أعلن الفوز في تونس المشكلة لدينا أننا ننظر إلى الجائزة وقيمتها المادية يعني لو فازل الآن في جائزة كتارا أو جائزة الطيب الصالح التي هي 15 ألف دولار نظر إلى المادة ولا الإسم كتارا ليست هي أقوى من جائزة تونس الرواية في تونس لديهم بيت للرواية خاص في هذا العالم ولديهم منتديات ومنتقيات وصولانات ومهرجانات للرواية أكثر من ما هي للفعاليات الأخرى ولكن النظر إليها أقل من المسابقات الأخرى ولذلك شعرت بخيبة أمل لأنني كثيرا عندما يفوز الآخر أحد الروائيين فاز بجائزة عالمية طلبت أيضا في مقال وعلى صفحتي أن نستقبله كما نستقبل المنتخب العراقي لأنه حقق فوزا للعراق ولكن في هذه المسابقة الحقيقة كانت غصة كبيرة لأنه مصر احتفت بي ووجهت لي دعوة وأجريت هناك ثلاث إلى أربع ندوات ولقاءات في فضائيات المصرية ولكن في العراق لم أحصل إلا على بيان من الاتحادات والأصدقاء ولكن بعد هذا البوست الذي كتبته وأخذته بعض المواقع الألكترونية كان هناك احتفاف في كربلا وفي البصرة وفي نقابة الصحفيين فرع كربلا طيب مواقع التواصل الاجتماعي استغربت حقيقة من توقفك لربما عملية التفاعل بشكل عام حول منجزك على الفيسبوك ونحن نعلم جبعا أن الفيسبوك ليس هو ربما الذي يعطي القيمة الحقيقية للمجز الأدبي هناك أنت عندما فزت بالجازة لم تفز بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد كانت هناك لجان مختصة في الأدب وسلمت أنت الجاهزة واستغرب حقيقة من توقفك عند مواقع التواصل الاجتماعي لأنه خصوصا جميع الأدباء يمرون بها مرور الكرام ليس كذلك؟ التواصل الاجتماعي يعني هو في الفيسبوك هو يفتح لك العالم ويضعه في هذا الجهاز الصغير المربع الجهاز الموبايل يعني أنا لم أقول العالم قرية أنا لم أعد أؤمن بهذه المقولة أصبحت أصغر؟ أصغر يعني العالم الآن بحجم كيف وجهاز الموبايل أن تجد خمسة آلاف صديق لديك في الفيسبوك يقرؤون وربما هناك متابعين أكثر يأرون لأننا عندما تكتب إلى العامة يعني معناها الجميع يقرأ الجميع من لديه ولكن هذه الأرقام سيد الكريم لا تبين النخبة الحقيقية لأنه هناك أطفال يستخدمون ونالك أطفال يستخدمون السوشيال ميديا الفيسبوك صنع أدباء وهميين أيضا لأنه الآخر لا يعلم موقع هذا الأديب بين قوسين الأديب في مجتمعه ولكن هم يأخذون ما ينشره وربما الكثير من نصوصنا قد سرقت في الفيسبوك لأنه عندما تكتب هذه النص تجده عند الآخرين ولكن في الفيسبوك العملية عملية مصاهرة اجتماعية أكثر من ما هي علاقات اجتماعية المصاهرة الفكرية وليس هذا إذا فهمنا الفيسبوك بمعنى أنه هناك أحزان هناك أفراح هناك تقاطعات هناك صراع هناك غيرة هناك كل الأشياء التي يمكن الفيسبوك هو صورة مثل ما أشعة فوق البنفسجية تظهر لنا الكثير من الحالات الفيسبوك صورة فوق البنفسجية تظهر لنا دواخلنا يعني بالضبط هو سونار لكل هذه الأشياء ولذلك التعبير يكون بهذا الاتجاه أكثر فاعلية ولكن الفيسبوك جعل لنا أيضا أن نتوسع في الرؤية أن نصل إلى الآخر يعني أنا في رحلة الأخيرة إلى مصر عندما تحدث في الإسكندرية عندما تحدث النقاد عن رواية الفائزة باحتفاء ونقلت عبر صفحتي في الفيسبوك ولم تنقل بالفضائيات حقيقة وكان التأثير العربي لهذه الجلسة عبر صفحتي في الفيسبوك أكثر مما توقعت وهو ما أثر حتى على الداخل العراق عندما كانت هناك لدي بعض الأماسي في العراق تأثرا بتلك الجلسة أو تلك الندوة في الإسكندرية والندوة الأخرى في القاهرة بمعنى أنه الفيسبوك هو ضوء يمتد كثيرا إلى الآخر شيء آخر سوقفني ولكن بعيدا عن التفاول عبر منصات التواصل الاجتماعي عدد المشاركين في هذه المسابقة استغربت أنه هناك أثنين من الكتاب العراقيين من شاركه الكات الأديب علي لفتا سعيد وكان كاتب عراقي آخر لا يحضرني اسمه حقيقة بينما كان مصر 16 تونس 16 المغرب 5 جزائر 7 هذا يقودني إلى سؤال مهم يعني جائزة مهمة وهذا عدد المشارك هناك سيد الكريم سنويا عند دور النشر تصدر سيل من الكتابات للكتاب العراقيين هل هذا قصور في نوعية النتاجات الأدبية العراقية هذه نحن نقف أمام مشكالية كبيرة هل الجودة هل ربما نوع المنتج الذي يصدر في العراق يعني أين تكمن الاشكال العراق ساحة مليئة بالكتابات يعني لدينا في كل يوم رواية مثلما لدينا في كل يوم عشرات النصوص القصصية والشعرية المطابع تعمل يعني دائما يقولون أن القراءة والكتابة تتراجعنا أقول لهم على العكس من ذلك القراءة والكتابة تتوسع ولكن ربما تكون هذه المسابقة لقلة قيمتها المادية وأيضا ربما لم يسمعوا فيها أنا بالصدفة أيضا قرأت هنا هذه المسابقة وأرسلت رواية عن طريق الإيميل الموجود في المسابقة وأرسلتها وحتى أن الصادفة مع كورونا نتائج إعلانها تأجلت أكثر من مرة في نتائج لأنه يجب أن يذهب المتسابق إلى تونس ولم أحصل عليها بسبب ظروف كورونا هذين السببين عدم المعرفة بالمسابقة وأيضا عدم ربما لم يقتنعوا بالقيمة المادية التي لديها لأنه هي جائزة ثلاثة ألاف درهم لا تتعدل هل كان لربما الكتاب العراقين هم لم يشاركوا أنت تذهب هذا الاتجاه يعني الكاتب هو لم يشارك كانت هناك دعوات ولكنهم امتنعوا عن المشاركة اللجنة المسابقة تعلم أتوقف أنا وأنت سيد الكريم عند هذه النقطة بالتحديد بعد أن أخذ أنا وأنت هذا الفاصل فاصل مشاهدينا الكرام ومن ثم نعود تفضلوا بالبقاء معنا إذ قال ربك للملائكة ازجدوا خضعوا لأمر الله لم يترددوا قبل الوجود وقبل آدم أن يكون بريق نورك في السماء يتوقدوا لما رأوك بصلبه سجدوا فأنت بكل ما يعني الوجود محمد بكل ما يعني الوجود محمد إذن أرحب بكم مجديد مشاهدينا الكرام وأرحب مرة أخرى بضيفي المتوجد معي في السوديو الأذيب العراقي علي الأفتة سايد أهلا بك مرة أخرى أهلا سيد الكريم توقفنا قبل الفاصل بالحديث عن المشاركة العراقية في هذا المهرجان بالتحديد وأنت تحدثت قلت قلة المشاركات العراقية لأسباب مختلفة ليست لأنها تخص النوعية ونوعية الكتابات ولكم أيضا ولكن هناك أسباب أخرى أنت ذكرتها لا أود الحديث عنها أنتقل إلى الفيلم الذي عادته كانت تحت عنوان الساتر أنجز خلال هذا العام توقف عد أحداثه هذا الفيلم كيف جاء وهذه المرة أنت تكتب سيناريو بعيدا عن شعر وكتابة الرواية والنقد هذه نحن الآن باكتشاف موهبة جديدة هذه أول محاولتك في كتابة الفيلم السينماي كفيلم السينماي نعم بكل تأكيد الحقيقة هذا الفيلم كتبته عن الحجد الشعب عن الأيام الأولى للفتوة الدفاع الكفائي ولقد أثرت بهذه الحالة هذه الجموع الكثيرة التي كانت تعبر عن حبها للعراق وتريد أن تدافع وكنت بواجب الصحفي أنظر إلى هذه الأشياء واستمعت إلى قصة أحد الأفطال الذين شاركوا في عملية تجميع وتكوين بعض الوحدات العسكرية لنقل لتكوين بعض القوة التي شاركت في عمليات التحرير لبعض الأراضي ومن هنا تولدت لدي هذه الفكرة الفيلم وكتبت هذه السيناريو لأنني بالتأكيد قراءاتي الكثيرة هي التي تأخذني إلى هذا فكتبت هذا السيناريو وتم إنجازه وعرضت على بعض المخرجين وأشادوا به وأيضا قالوا لي هذا لا نعتبره أول السيناريو تكتبه في حياتك وإنما هناك سبقته وقلت لهم العمر أيضا له نوع من التجربة والميران وأعتقد هذا الفيلم الذي أبحث فيه داعم لأنه فيلم كبير فيلم يتحدث عن دفاع هذا العراقي لدفاع عن أرض بعيدا عن كل الأشياء التي يمكن أن تدخل بها العاطفة لم أكتب الفيلم بطريقة عاطفية الذين قرأواه قالوا يحتاج إلى جهد عسكري كبير ولا عملية قتالية ولا خاج ولكنه سيحدث نقلة نوعية نحن نحتاج لا نريد أن نقدم أشياءنا بطريقة العاطفة يعني هناك الكثير من الأفلام التي أنتجت كانت الأفلام دينية أو أفلام الحربية أو أفلام حتى اجتماعية فيها نوع من العاطفة فيها نوع من الداخل علينا أن نخاطب الآخر لكي نقنعه برسالتنا ولا نريد أن نسوق له أدواتنا وأفكارنا المشكلة أننا نريد أن نسوق وبالتالي نقع في مطب عدم القبول من الآخر والآخر لديه ردة فعل جاهزة قبل أن نبدأ بالفعل فلذلك علينا أن ندخل إلى ردة فعله لنساعده على أن يكونها وبالتالي نحاول أن نقنعه أن رسالتنا تلك كانت هي الأصح وكنا نحن أصحاب هذا غير جميل بالتأكيد هذا الفيلم لا أريد أن أتحدث عنه لأنني أبحث حتى الآن عن داعم أو منتج يستطيع أن ينفذ هذا الفيلم وأعتقد أنه فيلم رواي طويل أكثر من ساعتين وأحد المخرجين تبرع أو هو ليس بالتبرع المادي وإنما قال أنا على استعداد لإخراجه وهو مخرج معروف في الساحة الثقافية العراقية وهو كربلاي أيضا المخرج الشاب سعد العصامي والذي أخرجه فيلم من إنتاج قنوات كربلا قبل أيام وأعتقد أنه لو تمكن هذا المنخج الشاب من صناعة هذا الفيلم سيحدث نقلة نوعية في إنتاج الفيلم الحقي إن شاء الله يكون هذا المشروع قد أبصر النور قريبا ولكن كيف جاءت الفكرة أنت لم تكن تجارب لك سابقة في هذا المجال كتابة الأفلام ولم تدخل أيضا لأن الفيلم أيضا تكون هناك مسابقات والفيلم يعني مدخول مادي كيف جاءت الفكرة يعني ألم تستغرب هل كان هناك تردد لربما من هذه التجربة الجديدة الكاتب يجب أن يكون جريعا ولكن المشكلة في السينما وفي الدراما عموما أنه ليست جهدا فكرة هل كان هناك تردد لأن هذه أولى محاولاتك ربما أنا كتبت تمثيليات في التسعينيات جميل تمثيليات لأن مثل القصة كانت فيها الغالبة أكثر من الرواية التمثيلات بمعنى أنها تكون حلقات سوداسية حلقة واحدة أو حلقتين ولكن بالفيلم لعم هذا أول فيلم وكتبت ولكن المشكلة أنه الفعل هذا ليس فعلا فرديا يعني ليست كتابة قصة وتنتهي ورواية وتنتهي إلى المطبعة وثم تقوم أنت نحن في العراق نحن الكاتب هو الذي يوزع نتاجه هنا يحتاج أنا كتبته في لحظة كما أكتب الرواية ولكن كيف يصل إلى الناس ليست مطبعة لكي أوصله يحتاج إلى مؤسسة يحتاج إلى موثلين ومقج وجهة داعمة وإنتاج وكثير وعمليات تسويق ومسابقات ولذلك كان ترددي في دخول العالم الكتابة السيناريوية هي من هذا الباب هذا العالم عالم محصور أنا لدي مسلسل يتحدث عن الفترة الحصاق يتحدث عن مأساة العراقيين في ذلك الزمن لا أحد يستطيع إنتاجه لأنه عملية ليس لا يستطيعون إنتاجه لضخامة الإنتاج وإنما لا يسمح لنا باختراق هذا الموقع يسمح هناك جهات يعني هناك بعض المؤلفين وهو يكتب هناك جهة إنتاجية موجودة اسمها معروفة على الساحة العراقية ولكنك لا تستطيع أن تخترق إلا إذا كنت تهتم أو كنت قريبا من هذه المؤسسة وربما نصلي ذات يوم إلى هذا المعترك أنا أواصل الكتابة لأن حقيقة بدون كما قلت أن أنا خياطة ما أصبحت الآن بعد هذه التجربة الطويلة الفكرة هي التي تتحدد كيف أخيط هذه خيطها إن كانت فيلما أو قصيدة أو مسلسل أو مقال نقدي لديه كتب نقدية أيضا في هذا الاتجاه لديه اشتراح في النقدية العربية لديه نص الغاضب الآن يعني مثل ما هناك نص الديستوبيا نص الغضب نص الأشياء الموجودة في الساحة الثقافية أنا لديه نص الغاضب وهو غدة الفعل على ما يحدث وما بعد الربيع العربي وجدت أن الكثير من الروايات تأخذ غاضبة في الشعر وفي القصة وفي الرواية وما أريد أن أقوله أنني كاتب وعملية الكاتب لا تتوقف على جزء معين يعني لماذا أكتب السيناريو السؤال لماذا لا أكتب السيناريو وأنا كاتب لماذا أكتب رواية السؤال لماذا لا أكتب رواية وأنا كاتب كلها تصف في بحر واحد وهو أنني منبع هناك لدي منبع وعلي أن أسير بالنهر الذي أريد إلى حيث المصب المصب هو الإنتاج الذي يمكن لي وأعتقد أنني ربما أفلح وهناك من النقاد العربة الذين أشادوا والعراقيين بكل التأكيد أشادوا بهذه التجربة وعساني أستمر لأنني لا أستطيع أن أتوقف عن القراءة والكتابة في بدونهما أصبحوا مقبرة أو قبرا يمشي على الأرض بعيدا عن القبر إن شاء الله نذهب باتجاه الرياض نذهب باتجاه الرياض باتجاه أزاهير جديدة ونتاجات جميلة إن شاء الله تتحقق في القريب العاجل نفذ الوقت لدي سريعا شكرا جزيلا لك الأديب العراقي علي الأفتسايد لحضرك معي في هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم شكرا لهذا اللقاء الجميل شكرا للمؤسسة التي دعتني هذه المرة لكي أجري هذا الحوار معكم شكرا لكل هذه الساعة التي مضت وحقيقة لم أشعر بها في هذه الأسئلة التي لم تكن موثقة مسبقا كانت تجالية كانت طبيعية كانت تلقائية وشكرا لكم وشكرا لجميع الكادر الذي معكم شكرا جزيلا لك سيد الكريم وسعدها أيضا بتوجدك معنا في هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج الطياف ولكن إلى ذلك الحين أستدعكم الله موسيقى 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 موسيقى